بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلِّف رحمه الله تعالى كتاب النكاح باب في لبن الفحل حدثنا محمد بن كثير العبدي أنبأنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه قال تستترين مني وأنا عمك قالت قلت من أين قال أرضعتك امرأة أخي قال أرضعتك امرأة أخي قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال إنه عمك فليلج عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين هذا الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يتعلق بأحكام الرضاع قد مر معنا طرف منها في الدرس الماضي وقد عنون المصنف رحمه الله لهذا الباب بقوله باب في لبن الفحل والمقصود بلبن الفحل هنا اللبن الذي ينتج عن وطء الزوج زوجه فتحمل ثم تلد فينتج من ذلك لبن في فديها فسبب هذا اللبن إنما هو وطء الزوج لزوجه فاب أي رجع أي حصل من وطء الزوج لزوجه هذا اللبن وكل الذكور فيها هذا المعنى معنى الفحولة فيها معنى الفحولة التي جعل الله سبحانه وتعالى منها مع ما في المرأة أو ما في الأنثى معنى ابتداء الخلق والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم والله جعل كل دابة من ماء كل ما يدب على الأرض أصله من ماء مهين والإنسان نوع من هذه المخلوقات التي تدب على الأرض فإذا أطلق الفحل المقصود به الذكر الذي يحصل من جماعه الذي يحصل من وطئه الحمل لأنثى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها دخل عليها رجل من الصحابة اسمه أفلح ابن أب القعيس فلما دخل عليها احتجبت منه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول فاستترت منه ولعل هذا أن يكون بعد نزول آية الحجاب لأنه كان في بداية الأمر نساء النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليهم يدخل عليهم كل أحد فلا يحتجبن فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهم البر والفاجر يعني هذه البيوت بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وهي بيوت أزواجه يدخل فيها كل أحد وهؤلاء ليسوا صنفا واحدا منهم أهل البر والتقى ومنهم منهم دون ذلك من من يريدون الاطلاع على العورات ومن من يريدون اكتشاف الثغرات فقال فلو أمرت نساءك فاحتجبن فنزل القرآن مؤيدا لقول عمر رضي الله تعالى عنه وهذه إحدى المواطن وهذا أحد المواطن التي وافق الوحي فيها رأي عمر رضي الله تعالى عنه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم فأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما رأت هذا الرجل دخل عليها ولم يكن عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استثرت منه فالرجل هذا أفلح رضي الله تعالى عنه أنكر عليها ذلك قال أنا أعمك وتستترين مني قالت من أين من أين كانت تظن العمومة من النسب فقال أرضعتك امرأة أخي امرأة أخي أفوال نحن قلنا الذي دخل عليها أفلح ابن أبي القعيس لا يعني هي امرأة أبي القعيس التي أرضعت وهذا أخوه فقال أرضعتك امرأة أخي يعني أنني بهذا أصبحت عما لك وأخي أبوك قالت إنما أرضعتني المرأة يعني إذا كان هناك من صلة فإنما هي بيني وبين المرأة التي أرضعتني وبقيت على ذلك حتى جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرته أخبرته بما دار بينها وبين هذا الرجل فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو عمك يعني أخو أبوك من الرضاء فأثبت لزوج المرأة أثبت له الأبو من الرضاء وأثبت لأخيه هذا العمومة إنما هو عمك فليلج عليك فليلج عليك لا حرج من دخوله عليك لأنه عمك من الرضاء والعم من الرضاء كالعم من النسب يحرم بالرضاء ما يحرم من النسب لكن كما قلنا في الدرس الماضي الحرمة في النسب منتشرة في الأقارب كلهم وأما الحرمة في الرضاء فهي قاصرة على المرتضع نفسه ومن ارتضع منه الحرمة في الرضاء قاصرة فهذا يدل على ثبوت الحرمة بالرضاء وأن من أرضعت من أرضعت امرأته طفلا أصبح أبا لهذا الطفل وأصبح إخوته أعماما له وأصبح أبناؤه إخوة لهذا الطفل فقال فليلج عليك وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف هذا الرجل وكان يعرف القصة وإلا لا وإلا لما سارع عليه الصلاة والسلام بقوله فليلج عليك لأنه سيأتي في الحديث الذي بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شدد في أمر اعتبار الرضاع لا بد من التأكد من حصوله لكن هنا لمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحادثة قال إنما هو عمك فليلج عليك باب في رضاعة الكبير حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان أن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها المعنى واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قال حفص فشق ذلك عليه وتغير وجهه ثم اتفق قالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال انظرنا من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة حدثنا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله وعنه قال لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم قال أبو موسى لا تسألون وهذا الحبر فيكم حدثنا محمد بن سليمان الأنباري الحديث الثاني الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها رجل فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام لأن الرجل مسؤول عن أهل بيته ولأن الرجل لا بد أن يعتني عناية شديدة بطهارة علاقة أهله بمن حولهم ومن يدخل عليهم وإذا لم تكن في الرجل هذه الحاسة وإذا لم تكن عنده هذه الغيرة وكان لا يبالي بمن يدخل على أهله فهذا فيه نوع من الدياثة والعياذ بالله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة ديوث الذي لا يبالي بمن يدخل على أهله هذا فيه نوع من الدياثة والعياذ بالله لأنه قد يدخل عليهم في بعض الأحيان البر الصادق المؤمن المتقي ولكن لا يمنع ذلك أن يدخل عليهم الفاجر الخبيث فإذا لم يكن الرجل متيقظ لمن يدخل بيته ولمن يتحدث مع أهله وقعت فتن عظيم ولا ياذ بالله فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يعرف هذا الرجل قالت فسألها من هذا قالت هذا أخي هذا أخي من الرضاعة ويذكر بعض شراح الحديث أن هذا هو ابن أفلح ابن أبي القعيس يعني رضيع عائشة هذا رضيع عائشة الذي رضعت معه لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرفه فقال من هذا قالت هذا أخي من الرضاعة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال انظرنا من إخوانكم تأكدنا يعني إنسان لا بد أن يتأكد من هذا الأمر لأن أمر الرضاعة تترتب عليه أحكام شرعية كثيرة ليست في باب الميراث لأن من رضع من امرأة لا يرث منها ولا ترث منه لكن تترتب عليه أمور في المحرمية في المحرمية لأنه يجوز أن يدخل على المرأة التي رضع منها وعلى أبنائها وبناتها وإذا كانت بنتا فإنه يجوز لأبنائها أن يدخلوا عليها ويحرم التزاوج بينهم فلذلك النبي عليه السلام قال انظرنا يعني تأكدنا من هذا الأمر ما يكفي أن يقول الإنسان هذا أخي ولا أن يقول هذه أختي ولا أن تقول المرأة هذا أبي أو هذا عمي من الرضاعة لا بد من اليقين بحصول الرضاعة والرضاعة التي تحصل بها المحرمية لها شروط في الشر لها مواصفات ليست كل رضاعة تحرم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة ما معنى الرضاعة من المجاعة يعني الرضاعة المعتبرة في باب التحريم هي التي تسد جوعة الطفل حتى يشبع يرتضع حتى يذهب ما به من الجوع ولا بد أن يكون ذلك كما ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا حديث الآخر أن يكون خمس رضعات مشبعات خمس رضعات مشبعات أما لو كانت الرضاعة هذه عبارة عن مصة أو مصتين ونحو ذلك أو شيئا يسيرا فإنها لا تحرم سيأتي معنا في الأحاديث الأخرى أن الرضاعة هي ما أنبت اللحم وأنشز الأعظم العظم أو شد العظم أنشزه يعني بناه وأظهره وهذا لا يكون إلا بتغذية كافية أقلها خمس رضعات خمس رضعات لكن إذا كان أقل من ذلك فإن هذا لا ينشر المحرمية لأنه لا يحقق دخول هذا اللبن في بدنه ودخوله في أعضائه حتى يصبح كأنه واحد ممن ولدهم هذا الرجل وأرضعتهم امرأته فلذلك لا بد من التأكد من هذا يقول إنما الرضاعة من المجاح وفي هذا الحديث أيضا معنا آخر وهو أن الرضاعة التي تحرم إنما هي الرضاعة في سن النمو في سن الرضاعة وهو سن الحولين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة هذا الوقت هو الوقت الذي يمكن أن يتأثر المرتضع بهذا اللبن فيدخل في تكوينه فتحصل المحرمية حينئذ أما إذا اشتد عظمه ونمى وكبر فإن هذا اللبن حينئذ لا يكون لا يدخل في تكوينه ولا في جسده وإنما من باب التغذية كما يأكل الإنسان الطعام في وجبة معينة يشبع به ثم بعد ذلك يذهب أثره أثره أما الذي يبقى أثره فهو ما كان في سن الرضاعة لأنه يبقى أثره في عظمه وفي جسمه فلذلك النبي عليه السلام يقول إنما الرضاعة من المجاعة انظرنا إخوانكم يعني ما يكفي أن يكون الطفل قد ارتضع مرة أو مرتين أو ارتضع على كبر لا بد أن يكون قد ارتضع العدد الكافي في سن الرضاعة لأن هذا هو الذي يدخل في تكوينه حدثنا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدث أم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فقال أبو موسى لا تسألون وهذا الحبر فيكم هذا أبو موسى صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل فأفتى باجتهاده في مسألة الرضاع يعني إذا رضع الطفل من امرأة ولو مرة أو مرتين أفتى أبو موسى بأن هذا ينشر المحرمية ولما سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذا الأمر قال لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم يعني أن هذا لا يكفي لا بد أن يكون الرضاع قد وصل إلى حال يستفيد منه المرتضع في نبات خلايا جسمه وتكوين عظامه وإلا فإنه لا يعتبر هذا فلما سمع أبو موسى هذا الجواب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود معروف من السابقين إلى الإسلام وممن زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم وقراءتهم للقرآن وهو من المفتين والمكثرين بالرواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أبو موسى رضي الله عنه ما ذكره عبد الله بن مسعود وفيه رد على فتواه قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم هذا العالم هذا الإمام إذا كان فيكم لا تسألوني أنا لست أهلا أن أجيب ومثل هذا موجود بين ظهرانيكم وهذا فيه ما فيه أيها الإخوة من احترام وتوقير العلم وأهله هؤلاء كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا ينكر اللاحق منهم فضل السابق ولا ينكر من لم يكن منهم متمكنا من العلم والفتوى ما عليه أهل العلم وأهل الفتوى كابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يؤكد الكلام المتقدم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لها إنما الرضاعة من المجاعة يعني الرضاعة التي تسد المجاعة وقت 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 الصغر وهذا ابن مسعود يؤكد هذا المعنى إنما الرضاعة ما شد العظم وأنبت اللحم وإلا فهذه ليست من الرضاعة في شيء لو كانت على كبر أو لو كانت شيئا يسيرا لا يصل إلى هذا المستوى فإنها لا تعتبر رضاعة محرمة في الشر حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أخبرنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال أنشز العظم نعم هذان الحديثان مرويان عن ابن مسعود رضي الله عنه حديث الذي رد فيه ابن مسعود على فتوى أبي موسى ولكن هذا الحديث الذي رد فيه ابن مسعود على فتوى أبي موسى عند العلماء من باب الموقوف يعني لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ذكره من عنده فهو من باب الحديث الموقوف على الصحابي على ابن مسعود ما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أما في الحديث الثاني الذي يرويه ابن الأنبار فإنه قد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا طريق آخر والمرفوع يقدم على الموقوف عند التعارض لكن إذا لم يكن هناك تعارض كان المعنى واحدا فإن الموقوف يتقوى بالمرفوع يعني عندنا حديثان هنا حديث موقوف على ابن مسعود فيه أن الرضاعة هي التي تشد العظم وتنبت اللحم لكن ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الحديث الثاني الذي يرويه ابن الأنبار فإن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رفع للحديث والحديث المرفوع متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أقوى ولا تعارض بين الحديثين فالموقوف الأول يتقوى بهذا الحديث المرفوع فيصبح هذا المعنى أيضا قويا مؤكدا أن الرضاعة هي ما شد العظم وأنبت اللحم أو كما في الرواية الأخرى أنشز العظم يعني أنبته ورفعه في هذين الحديثين أيضا مسألة أخرى في الحديث الأول يقول عن ابن ابن مسعود ذكره مرتين وأما في الحديث الثاني الذي يرويه ابن الأنباري فذكر ابن ابن مسعود مرة واحدة ف يعني هذا الطريق أعلى الطريق الثاني طريق أعلى أعلى وهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن معنى الحديثين واحد فيتقوى أحدهما بالآخر لأنهما جميعا يدلان على معنى واحد وهو أن الرضاعة المعتبرة في التحريم هي التي تشد العظم أو تنشزه يعني تبنيه وكذلك تنبت اللحم وهذا لا يكون كما قلنا إلا في وقت الصغر في وقت الرضاعة التي ذكرها الله تبارك وتعالى حينئذ تعتبر هذه الرضاعة سبباً في المحرمية باب فيما حرم به في من حرم به حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عن بسة حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة بن زبير رحمهم الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة رضي الله عنهما أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس كان تبنى سالماً وأنكحه ابنة أخيه هند هند بنت بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهو مولى لأمرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ادعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولاً وأخاً في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمر القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا فَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِي فُضْلًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتِ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَرْضُعِيهِ فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بذلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في المهد وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس نعم هذا الحديث الحديث يتعلق بمسألة انتشر الحديث فيها في الآونة الأخيرة وهي ما يسمى برضاع الكبير رضاع الكبير الحديث المتقدمة تبين أن الرضاع الذي ينشر المحرمية بين المرتضع ومن ارتضع منهم إنما هو الرضاع في حال الصغر في وقت الرضاع لكن هذا الحديث يدل على أنه حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رضاع للكبير ارتضع الكبير فانتشرت المحرمية أصبح هذا الرضاع مؤثرا في المحرمية وهو كبير وهذا فيه قصة كما سمعتم أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه ابن عبد الشمس قرشي هاجر الهجرتين وزوجه سهلة بنت سهيل ابن عمر قرشية أيضا هاجرت معه كان عنده غلام عندما نقول غلام يعني عبد مولى صغير اشتراه ثم تبناه والتبني كان أمرا معروفا قبل تحريم التبني كان معروفا في الجاهلية وفي صدر الإسلام معنى التبني أن يأخذ الإنسان طفلا فينسبه إلى نفسه ليس ولدا له هو في الحقيقة ما ولده ولا ولدته امرأته ولكنه ينسبه إلى نفسه فيصبح ولدا له ينسب إليه قال هذا ولد فلان فلان ابن فلان الذي تبناه له أحكام الولد في كل الأمور وفي الميراث فتبنا أبو حذيفة سالم هذا كان طفلا صغيرا مولى تبناه ورباه وكان يدخل معه في بيته وتربيه امرأته وتغذيه ويدخل ويخرج في البيت كأحد أفراد الأسرة وينام ربما بينهما أو قريبا منهما في المكان الذي ينامان فيه ويراها فضلا يعني يراها وهي لابسة لباس المنزل متخففة لا تحتجب منه هذه الثياب المرأة عادة في بيتها تلبس لباس عادي خفيف يسير ليس هو اللباس الذي تلبسه عندما تخرج أو عندما يأتيهم ضيوف أو نحو ذلك ما تتهيأ لهذا فيراها على هذه الحال فلما كبر كبر سالم هذا بلغ مبلغ الرجال تغير أبو حذيفة وبدأ يتمعر وجهه من سالم هذا لأنه أجنبي ويدخل على زوجه ويجلس معها ويأكل معها فلما رأت ذلك وهذا الأمر كان معلوما معلوفا معروفا حتى النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله كان عنده مولى تبناه زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه تبناه النبي عليه الصلاة والسلام هو عربي ولكن أغار على قومهم أناس من الأعداء فسبوه أخذوه سبيا وباعوه على أنه عبد فبيع في مكة فاشترته أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنه وأهدته لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشأ مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان أهل مكة يقولون زيد ابن محمد تبناه النبي عليه الصلاة والسلام وبقي على هذا المنوال مع النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر معه وكانوا يقولون زيد ابن محمد يدخل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وهو معه كأنه ابنه حتى أنزل الله تبارك وتعالى إبطال عادة التبني أبطلها الله سبحانه وتعالى في شخص النبي عليه الصلاة والسلام ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي قبلها يقول أدعوهم لآبائه هو أقصط عند الله سموه باسم أبيه هذا هو العدل فإن لم تعلموا آبائهم ما تعرفون آبائهم ماذا تصنعون فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فتزوج زيد النبي عليه الصلاة والسلام زوجه بزينب القراشية ولم تدم العشرة بينهما لأنها كانت ترى أن هذا مولى وكان زيد كثيرا ما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه أخلاقها وتعاليها عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكره بأن يصبر وأن يحتسب وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها أمره الله أن يتزوج بها حتى يبين للناس أن هذا ليس ولدا حقيقيا لأنه لو كان ولدا حقيقيا لما جاز له أن يتزوج بامرأته فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا فلم يكن هذا الأمر قاصرا على أبي حذيفة بل كان عاما في المجتمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيضا قد مارس هذا الأمر فتبنى زيدا فلما رأت امرأة أبي حذيفة تذمر أبي حذيفة من هذا المولى وأنه يدخل المتبنى يدخل عليها وليس ابنها وليس هو بابن لها ولا قريب لها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إننا كنا نعد سالما ولدا يدخل عندنا ويأكل معنا ويرى منا ما كنا نحتجب منه والآن كبر ماذا نصنع تربى معنا ربيناه وعرفنا وعرفناه فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن ترضعه خمس رضاعات وهو رجل خمس رضاعات هذا حصل فبذلك أصبح هذا ابنا لأبي حذيفة ليس بالتبني وإنما بالرضاع إذا أخذنا هذا الأمر بالنظر إلى ما تقدم من أن الرضاع إنما تكون في وقت الصغر هذا هو المعروف فكيف نصنع بهذا الحديث حديث امرأة أبي حذيفة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام لها بأن ترضعه وهو كبير معنا هذا أن الرضاع على الكبر تصلح أيضا وتنشر المحرمية ولذلك أم المؤمنين عائشة اجتهدت وكانت إذا أرادت أن تدخل عليها رجلا أجنبيا أمرت بنات إخوتها وأخواتها أن يرضعنه حتى على كبر وتصبح عائشة خالة أو عم له فيدخل عليها لكن هل هذا عند عائشة رضي الله تعالى عنها مع علمها وفضلها وحب النبي عليه الصلاة والسلام لها وكونها من أمهات المؤمنين هل هذا يستند إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى اجتهادها لا إلى اجتهادها هي نظرت إلى ما أفتى به النبي عليه الصلاة والسلام امرأة أبي حذيفة فصنعته يعني كأنها جعلته قاعدة عامة لكن ما اعتقده أمهات المؤمنين الأخريات أمهات المؤمنين الأخريات ثمان عائشة واحدة هي التاسعة كنا يعتقدنا أن هذا الأمر خاص بامرأة أبي حذيفة وهذا ليس بغريب النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص بعض الأصحاب بعض أصحابه بأمر لا يتعدى إلى غيرهم ولا يصلح أن يقاس عليه أبو بردة رضي الله تعالى عنه هاني ابن نيار رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأضحى وقال يا رسول الله بأني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة قبل أن يخرج إلى المصلة ذبح أضحيته وتغدى منها طبخ منها وأكل منها ثم ذهب إلى الصلاة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم هذا لحم تأكلونه في بيتكم لكنه ليس أضحية فأسقط في يده لأن الأضحية فيها فضل عظيم لكن متى وقت التضحية؟ بعد الصلاة وهذا ذبح قبل الصلاة فأسقط في يده ما وجد طولاً يشتري أضحية أخرى ويريد أن يشرك الناس في الأجر والخير ماذا يصنع؟ فقال يا رسول الله عندي جذع عتود صغير لكنه سمين طيب يعني ما يضحي ليس في سن التضحية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تجزيك تجزيك ولا تجزئ أحداً بعدك هذا خاص إذن بمن؟ بأبي بردة طيباً لخاطره أذن النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف الحج في لبس الحرير ما رأيكم الحرير يجوز للرجال؟ محرم الحرير والذهب حرام على الرجال لكن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهما لأنه كانت بهما حكة في أجسادهما حساسي فأذن لهما هذا أمر خاص لا يناقض التحريم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذان يعني الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها إذن هناك أشياء النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها جبراً لبعض الخواطر مراعاةً لأمور خاصة لكنها ليست قاعدة عامة مستمرة يقاس عليها فأمهات المؤمنين جميعاً ما عدا عائشة فهمنا أن هذا الأمر خاص بمن بأبي حذيفة وزوجه لأن هذا نشأ معهم وتربى هذه التربية اللصيقة منذ أن كان طفلاً حتى كبر لكن في غيرها لا يصلح أن يكون هذا وهذا هو رأي جماهير العلماء أن رضاعة الكبير لا تحرم وأن رضاعة سالم مولى أبي حذيفة كانت رخصة خاصة من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي حذيفة وزوجه يعني تقتصر على موريدها ما يقاس عليها فنقول بعد ذلك كل كبير كل إنسان يرتضى إذا أتينا بسائق للعائلة نقول له ارتضى من صاحبة البيت وتصبح أمك إذا أتينا بخادم نقول هذا لا هذه قضايا لا بد من الوقوف فيها عند حدود الشرع الرجل الأصل في العلاقة بين الرجال والنساء التحريم إلا ما أحله الشرع بالقرابة أو بالرضاعة والرضاعة لا تكون إلا في وقت الارتضاع إلا في وقت الارتضاع فهذا أمهات المؤمنين كنا يرين أن هذا خاص بزوج أبي حذيفة وبسالم هذا لكنه لا يتعداه إلى غيرهم ونقف هنا الاقتراب موعد الأذان وهنا باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حدثنا عبد الله بن مسلمة باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزمن عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرم ثم نسخت بخمس معلومات يحرم فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن نعم هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يبين العدد المحرم في الرضاة أم المؤمنين تذكر أنه أن هذا أن العدد خمس رضعات مشبعات ومعنى كون الرضع مشبع ما هو أن يلتقم الطفل ثدي المرأة فيمتص منه حتى يدعه يعني حتى يتركه وهذا يعني أنه امتلأ وشبع بهذا المستوى نستطيع أن نقيس الرضعات المشبعات خمس رضعات معلومات أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما تروي هذا تؤكد على العدد خمس رضعات معلومات لا بد أن نستيقن من حصولها لأن عندنا القاعدة المشكوك فيه كعدمه يعني لو أن امرأة أرضعت طفلا عدة رضعات تشك تقول مرة أرضعت تقول ما بين الأربع إلى الخمس مرة تقول أربع ومرة تقول خمس فالخامسة مشكوك فيها فلا يترتب على هذا تحريم متى يحصل التحريم إذا كانت الخمس معلومات يعني مستيقن منهن أن الطفل ارتضع خمس رضعات أم المؤمنين تؤكد هذا بأن هذا كان في القرآن في القرآن كان عشر رضعات معلومات يحرم في أول الأمر كانت عشر رضعات وكان هذا مما يقرأه الناس في القرآن فنسخ ذلك وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال على الرضعات الخمس خمس رضعات معلومات وإلا قبل ذلك في بداية الأمر كان النصاب التحريم عشر رضعات هذا فيه رد على من يقول بأن هذا فيه شبهة لأنه يذكر النسخ وربما فات على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها شيء ربما لم تستيقب ولكن القاعدة عند العلماء في باب النسخ في أصول الفقه في باب النسخ أن النسخ رواية وليس دراية يعني النسخ كيف يثبت يثبت بالرواية باب النسخ إما بنص القرآن الكريم وإما برواية الصحابي بنص القرآن كيف كما في قوله تبارك وتعالى في سورة النساء وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَ وَيَتَرْبَصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِمْ وَعَشْرَةَ أَرْبَعَ أَشْهُرْ وَعَشْرَةَ أَيَّامَ وإن كانت في ترتيب السورة والآيات الآية التي فيها أن العدة أربعة أشهر وعشرة أيام ذكرت قبلا والآية التي فيها أن العدة حول أن العدة حول كامل ذكرت بعدا ولماذا كان المفترض في يعني في النظر القريب أن يذكر الشيء المنسوخ أولا ثم يأتي بعد ذلك الناسخ لكن العلماء قالوا هذا لبيان فضل الله ورحمته على هذه الأمة أن الله رحمها العدة أربعة أشهر وعشرة لكن كيف كانت كانت حولا كاملا فالذي يطلع على هذا يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن الله خفف على الأمة في هذا فأم المؤمنين عائشة روىت هذا النسخ والنسخ ليس باجتهاد ما يأتي صحابي أو غير صحابي أو مجموعة من العلماء ويقولون نريد أن ننسخ هذا الحكم لا النسخ بمعنى التغيير والتبديل إنما هو حق لله تبارك وتعالى كما في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فحق التغيير والتبديل والحذف والإحكام لله سبحانه وتعالى وهذا طريق معرفته أن يذكر في القرآن أن يذكر الناسخ ويذكر المنسوخ وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن أو أن يأتي الصحابي فينقل هذا يقول كان ونسخ كان ونسخ فأم المؤمنين تقول كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس معلومات هذا دليل على أن المسألة ليست اجتهادية وإنما هي بوحي من الله سبحانه وتعالى فالصحابي الصحابية هنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها نقلت وروت فقط بدون أن يكون لها اجتهاد في ذلك وهذا يدل على أن نصاب الرضاع المحرم هو خمس رضاعات معلومات حدثنا مسدد بن مسرهد أخبرنا إسماعيل عن أيوبة عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبيري رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان هذا يؤكد ما تقدم أنه لا بد من حصول العدد الذي أشارت إليه أم المؤمنين عائشة وهو خمس رضاعات أما المصة أو المصتان التي لم يبلغ عددها حدها إلى الإشباع ولا عددها إلى الخمس فإنها لا تحرم حتى لو حصلت لو امتص التقم الطفل ثدي امرأة أجنبية مرة أو مرتين أو ثلاثا ونحوها فإن هذا لا يحرم إلا أن يشبع من هذا الارتضاع وأن يصل هذا العدد إلى ما ذكرته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هنا عدد من الأسئلة يقول ما حكم إنباء أمي بالرضاعة من أب آخر الرضاعة ما تكون من الأب من زوجة الأبي لا بس إذا كانت هذا الأمر في الأعم الأغلب مما يطلع عليه النساء ويعرفه النساء فإذا كانت المرأة موثوقة وأخبرت بهذا الرضاعة وحصل الوثوق برأيها يعتمد قولها حينئذ يقول إذا كان شخص له مال مثل مال الزبير أو مثل مال عبد الرحمن بن عوف هل يجوز له لبس الحرير قياساً على ذلك؟ ما أدري ما المقصود بهذا السؤال حرير محرم سواء كان الإنسان قادراً على شرائه للرجال أو كان عاجزاً عنه النبي عليه الصلاة والسلام أباحه لحاجة معينة ما أباحه لأن الزبير غني أو لأن عبد الرحمن بن عوف غني لا فليتق الله الأغنياء الأغنياء اتقوا الله في أموالهم لا بد أن يكون هذا المال حلالاً في كسبه وحلالاً في إنفاقه ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فإذا أنفقه في الحرام فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه كان هذا وبالاً عليه والعياذ بالله هذا سؤال عن قادم الأيام القريبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يوفقنا فيه لصالح القول والعمل الناس يتداولون فيما بينهم هذه العبارة نسأل الله أن يبلغنا رمضان نسأل الله أن يبلغنا رضان ليست القصة في بلوغ رمضان ولكن القصة في أن يوفق العبد للعمل الصالح في رمضان فإذا سألتم أو دعوتم لأحد من أحبابكم وإخوانكم ادعوا الله بالأمرين معاً سألوا الله أن يبلغك رمضان وأن يوفقك للعمل الصالح يقول إذا كان شهر رمضان شعبان 29 يوماً ونحن في دولتنا ما رأينا الهلال سمعنا بأن السعودية قد رأت الهلال هل يلزمنا الصيام مع السعودية منكم للشهر يا إخوة هذه مسألة تتكرر في كل عام وفيه بعض الناس يتحمسون لها تحمساً أكثر مما يطلب ويقعون في المحذور الشرعي إذا كان في بلدكم في أي بلد من بلاد المسلمين جهة تتبع أخبار الشهر دخول الشهر وخروجه وتحدد موعد الصيام فعليكم باتباع هذا لأن المطالع تختلف والبلدان تختلف ولا يلزم أن يصوم الناس في الكرة الأرضية جميعاً في يوم واحد يكفيك أن يكون في بلدك جهة شرعية معتمدة تقول لك بأن غداً هو رمضان أو بعد غد ولا يلزم أن تصوم مع السعودية إلا في حال واحدة لو أن الجهة التي تعتمد دخول الشهر وخروجه في بلدك اعتمدت الرؤية التي أخذت بها السعودية فلا حرج حينئذ لكن إذا اختلفت الرؤيتان اتبع رؤيتها أهل بلدك يقول ما معنى قول أم المؤمنين في مسألة عشر رضاعات معلومات توفي رسول الله وهن مما يتلى من القرآن خمس خمس معلومات هن مما يتلى من القرآن لكن لماذا لم تثبت في المصحف لماذا لم تثبت في المصحف النسخ فيه نسخ للحكم وفيه نسخ للتلاوة وفيه نسخ للأمرين معا أحيانا ينزل الوحي بنسخ الحكم ونسخ تلاوته فلا يعود موجودا في كتاب الله ولكن في بعض الأحيان تكون الآية منسوخة لفظا يعني لفظها غير موجود في القرآن وحكمها باق ومنه هذا وفي بعض الأحيان تكون موجودة في القرآن وحكمها ملغى منسوخ كما في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله أفو الرحيم فكان في وقت من الأوقات أوجب الله سبحانه وتعالى على من يريد مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقدم صدقة لكن شق ذلك على الناس فالله سبحانه وتعالى رفع ذلك عنهم رفع ذلك عنهم لكن بقي هذا اللفظ في كتاب الله يتلى ليعتبر به وليتأمل في فضل الله ورحمته على عباده كيف أن الله سبحانه وتعالى رحمهم وخفف عنهم فهذه الآية بقي حكمها لكن نسخ لفظها ربما لأنها كانت منسوخة لكن لماذا لم ترفع من المصحف لماذا رفعت من المصحف ربما لأن بعض الناس يعرفون هذا وبعضهم لا يعرفون هذا فلما حصل اليقين للصحابة الذين كتبوا المصحف بأنها نسخت لفظا أزالوها من المصحف ولم يثبت في المصحف إلا ما استقر قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أننا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما تحبه وترضاه اللهم اهدنا سواء السبيل واجمع قلوبنا على الحق والخير والهدى يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلى راية الحق والدين اللهم أننا نستنصرك ونستصرخك ونستنجزك وعدك بنصرة إخواننا المستضعفين المتهدين في مشارق الأرض ومغاربها إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ترجمة نانسي قنقر